اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزاً يا مشاهدين خلوني أرحب وضيوف حضراتكم في هذه الفقرة ايمان جلبرت وزكا ايمان كله كويس الحمد لله زعلان ولا فرحان بالتعادل زعلان كلمة واحدة زعلان زعلان زكا جيمي كله كويس زعلان ولا فرحان زعلان جداً جداً مش فرحان يعني لا 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 بجد خالص والله طيب يعني دي بداية كده سريع عشان نعبد اننا فرحان عشان نقاف الناس هتتكلم فيه لا انا شاب بس لا امام انا عارب لا انا نشدعوا حاجة انا بس احرار انا ده مجرد انا كنت في الستاد وان ساعتها قافل الدنيا فتحتها النهاردة كده شوية لا لأن الزعل مش من يعني لأ الموتش كانت أسهل من كده في أرض الملعب نادي الأهلي في الشوت الأول كان يقدر مش عارف الناس بتقولوا في الشوت الأول حتى أنا قلت في الشوت الأول رغم من ان انا بشوف ان في الشوت الثاني حتى قد يكون الزمالك له فرص جبها مش قد يكون ده الحقه ان هو الفرص اللي راح بيا نادي الزمالك باستثناء كرة إمام وكرة تانية اتنين من اربعة اتنين من اربعة انتجلك اربعة جبت واحدة بالضبط نايقلي يعني ده في الشوت الثاني اه اه يعني لا أنا حاولي في الشوت الأول زي ما حد exacerك قلت ليه في الشوت الأول لأن نادي أهلي في الشوت الأول الزمالك كان مش مستسلم بس زمالك كان متراجع بشكل كبير حتى في شكل في أرض الملعب الفرقة فرقة الزمالك مش منزلها قديها حتى الضغط مش ضغط جامد النادي كان بيمس الكرة حلو وبيجمع بس كل التجمعات فيها حاجة خطوة نقصة لها ازاي تعمل الكرة الطويلة لتضرب بها الدفاع المتقدم قوي قوي للزمالك لو حتى كان بيلعب ثلاثة خمسة عبدالشافي والوينش وعبدالغني في فترات كتير كانوا مقربين مقربين قوي من النص الملعب بتاعنا وكان يعني من الستاد يعني أنا قوقف في التلفزيون ممكن فيه مشاهد يتبقاش بقين أنا السراعة كنت في الستاد على الدرجة الثالثة ففي مشاهد بيرسيتاو عبدالقادر محمد شريف في لقطات ممكن كان بلعبة واحدة يروح انفراد من نص الملعب انفراد بمعنى كلمة انفراد لو كانت ديت زبطت صح بس ما عرفش ايه الحالة يعني اللعبت هل اجهد زيادة هل في مشكلة بدنية اللعيبة اللي راجعوا على المنتخب ذهنيا مش مراجع يعني كل ده يعني في حاجة ان اللعيبة تحس ان بعد تحديدة كما جيبنا الجون وكرة أفشا اللي هي الشرط الأول دي كانت خاصلين صفر في أول ربع ساعة الدنيا انتهت بعد كرة أفشا دي حس ان الفرقة لسه مش عايزة توصل بس 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 كله في مكان محدد بنيجي في الحتة الأخيرة ببنكملهاش تلاقي مثلا بيرسي توفاتح عبالما اللعيب بيبتدي حيلعب بيرسي بيرسي أوفصايد فما يلعبوش خلاص نفضل فنادي الأهلي في الشرط الأول تحديدا كان يقدر يخلص الماتش ونرتاح الشرط الثاني الزمالك لانشاف الدنيا بالنسبة له أسهل فابتدى ياخد الجرأة بتاعت ان هو عايز يهاجم الأهلي أو يمسك الكورة حتى فريرة استغنى عن التلاتة والعب أربعة بمجرد ما جاب الجونين وحتى جون راح راجع تاني يعني هو نفسه الزمالك ولان الفترة دي برضو كان الأهلي راح يجيب جونه وثلاثة فحالة فهو بالنسبة لنادي الزمالك الماتش تسهل للأماء يعني هو كان بادي فاكر الماتش سيبقى صعب عليه جدا لكن لأ ان الماتش أسهل بالنسبة لما كانوا يتخيل ان هم كانوا متحفزين جدا وانا اللي شفته في شوت الأول فرقة الزمالك فعلا مش عايزة تهاجم أو مواخدين تعليمات ان هنفضل وقفين كده فهي عشان كالواحد زعلان ولكن في النهاية الحمد لله ان مباراة برضو خلصت هنقول نقطة يعني أفضل من لا شيء كمواجهات مباشرة خلصنا برضو من القصة دي نتمنى عندنا جزء تاني ما نكررش غلطة الموسم اللي فات عندنا ماتشات بتاعتنا لو خلصناها نركب الدوري في فارق نقطة مريح نقدر نتعامل لان خلاص اللي جاي لا فيه توقفات دولية ولا فيه راحات كل تلات يام ماتش مع الكاس في النص فالضغط الزهني والعصبي والبدني وكل حاجة محتاجة ايه روح الفانيلا الحمرة لعيبة تبقى فايتر لعيبة تؤمن ان هم أبطال أفريقيا مرتين والبرونزي يعني ان هم أحسن من أي حد هم أحسن بسقاط يكون هناك التعب اللي موجود عليهم ده بيخليهم يمكن يعني وارد يعني عشان كاول أنا مش قادر حد يعني شريف عبد الفضيل قبل حضراتكم كان بيتكلم عن ان الروتيشن هو الحل فيما هو قادر طبعا يعني في لعيبة حتى من ناشئين تحديدا لما ياخدوا ده اللي هيجد الدماء والدوافع واللعيبة تقدر ترتاح ونستعيد عفيتنا عشان فعلا اللي جاي قد يكون ماتش الزمالك لو كان انت بتلاعب برضو الزمالك المنافس بتاعك فأكيد الماتش بيش بقى معقد طبعا لكن في ماتشات جاية في ناس بتحارب على نقطة عشان تفضل قاعدة عشان تعيش في الدوري صح فالنهاردة هممكن تلاقي دفاعات أقوى من كده هتلاقي دربة أكتر من كده فعشان ما نعنيش محتاجين نخلص بسرعة عشان خطر نبقى أكسر راحة